شهدت محافظة لحج خلال العقود الماضية نهضة فنية وأدبية وثقافية ومسرحية كبيرة برزت في العديد من الأعمال المسرحية والفنية التي لا زالت محفورة في ذاكرة الأجيال حتى اليوم خلال الفترة القليلة الماضية شهدت هذه النهضة الفنية ركودا كبيرا دفع عددا من الشباب الموهوبين للعمل في المجال المسرحي كمحاولة لاستعادة المجد الفنية الذي شارف على الاندثار هناك أعمال مسرحية وثمثيلية وموجودين أيضا شباب معانا مبدعين بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم سواء من وزارة الثقافة أو من إدارة الثقافة في لاحق أو في المحافظة أسوة ببغية المحافظات ولديهم أعمال لن ترى النور إلى الآن وموجودة وبحاجة إلى الدعم والمساندة والوقوف معهم حتى ننهض بحركتنا المسرحية زي ما كانت في السابق هناك كثير من الشباب أزقائي وكثير من الشباب صاحب مدينة الحوطة موهوبين في مقال التمثيل يعني رهيبين رهيبين بس حاولوا يدفلوا الموهوبة ويموتوها داخلتهم لأنه لا يوجد لهم طلب أبدا لا يوجد حتى دعم أو قهات تغويهم على هذا الشيء متلنا في مسارح يعني بسيطة في محافظة اللاحي والخداد وبشكل عام ولدينا قمهور كثير يعني بالقمهور وكل شيء ومشاركات معنا المبدعين مننا سبع نفار سبع ناس يعني نفار شباب أيوه ونعمل هذه التمثيلات وعندنا أمكانيات نبرز ونخرج كمياتنا وكل شيء يعني من كامل قلوبنا يعني نستقل على هذا التمثيل وحبين دعم تمام دعم حتى إذ كان نفسي دعم نفسي يعني يحاول هؤلاء الشباب الموهوبين في مجال التمثيل إبراز مواهبهم وإخراجها للعالم ويسعون لتقديم أعمالهم المسرحية على خشبة المسرح لعادة أمجاد الماضي ورفع اسم وطنهم عاليا وتحقيق ولو جزء بسيط مما حققه أسلافهم من عمالقة الفن اللحجي سراحة حيال نشطين ويعملوا أكثر من كذا إنما هذه الأعمال تجي في أوقات ذيغة وأماكن ذيغة ولو توقيت الفرصة أن ننتشر بوقود دعم المحافظة ودعم المديرية الإمكانيات لما تسمح لنا أن نتمنى من التجار أن يوقفوا معنا أن يحضوا بأيدينا إلى أعلى ما نتوقع نحن نحن رايحين بس باقي شباب معنا ما إن شاء الله ساعدين وهم نقوم أشغل لك مقدروا يوصف لك فيهم ممكن القصر في حقهم نتمنى من الله أن يكونوا مثل ما قد سبقوا أنا كموهوب في مقالة تمتيل ومقالة تمتيل المسرح في مدينة الحواطة يعني من الأهمال شديد في هذه الأيام يعني صبحنا نحن المواهب متفونة يعني محد يقدر يخرجها صبحات المواهب عديدة والمادة ومصدر الدخل مش موجود نتمنى من السلطات المحلية والتنفيذية أن يأخذوا بيدات الشباب أذالا ويخرجوهم يخرجوهم يطوروهم بسراحة هم شغل لك يمكن تحسن فيهم من يقدر غصة في قصص منهم 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 يقدم الشباب أعمالهم الإبداعية والفنية بشكل محدود وبمساحات ضيقة وجمهور محلي بسيط ولم تسنح لهم الفرصة لبروز إبداعاتهم وهم بحاجة مسى للدعم والمساندة والتأهيل لإبراز مواهبهم بشكل فني جميل على مساحات واسعة وهو ما يستدعي تبني الجهات المعنية لهذه المواهب الشابة ورعايتها وتمكينها لترى أعمالهم الإبداعية النور فلحجة تثبت يوما بعد يوم أنها ما تزال ولادة بالمواهب في مختلف المجالات